يا صباح الخير والساعدة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التليفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الاثنين الموافق 17 إبريل و 26 رمضان بنتكلم خلاص على العد التنازلي لوداع الشهر الكريم الشهر الفضيل اللي يمكن عداته وتقاليده تحديدا في مصر يمكن من أهم الدول اللي عدتها بتختلف عن باقي الدول العربية والإسلامية تحديدا وفي وداع الشهر الكريم بيكون المصريين يعني على استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بإعداد الكحك وتحضير الكحك عشان كده سؤالنا التفاعلي اللي بنقوله لحضراتكم وبنشارك بي يعني حضراتكم الإجابات بتاعتكم احكينا ذكرياتك مع تحضير الكحك والبسكوت ومشوار الصجاة للفرن لأن تحديدا يا جمالة لو هنتكلم على مشوار الصجاة للفرن دي أنا شايف اللي أنا الحمد لله من الجيل الزهبي اللي عصرت الموضوع ده لأن كانت بهجة أنا زي ما قلت لك قبل كده أنا كنت يعني أو كنت محظوظ إن جدودي كانوا عايشين في شوبرا مصر شوبرا مصر دي تاخدي منها الجدعانة والشهامة وأولاد البلد والحاجات اللي عارفة فيه تقوص شعبية كده هناك مش هتلاقيها غير موجودة في شوبرا وبالمناسبة نسبة أقطات كبيرة جدا في شوبرا وهناك بتحسي عمري معرفة أصلا نتفرق ما بين مسلم و مسيحي هناك وهي دي عادتنا وتقاليدنا وتقافتنا اللي احنا تربين عليها أصلا يعني بالمناسبة وإحنا نتكلم برضو على عياد الربيعة خلاص يعني كل سنة أنت طيبة يعني ومصر بخير وأعياد المسيحيين طبعا أحد الشعانين كان لسه من فيش صحيح ويعني الحقيقة الجو اللي موجود في مصر دلوقتي حاجة مبيجة مختلف أحنا مختلفين عن أي حاجة وستجابة دي كنت تمزلي تشوفيها تحديدا في شوبرا الصاق ده الأول اللي كان بيفضل رايح بقى رجع وولد على عجلة لا 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 ده الناس كان بتغنيله هو رايح أحيانا أنا والله إزاي عارفة كحك العروسة كده اللي هو في الأماكن الشابال اللي بنشوفه في الأفلام ده أنا ما شفتوهش لكن أنا شفت ليلة العيد بقى يا ليلة العيد والأغنية الشهيرة اللي موجودة وتلاقي الناس بتتجمع في بيت واحد يعملوا الكحك وينقشوا الكحك ويعني عارفة أحيانا كمان ممكن يكونوا الأهالي في عمارة واحدة بيتجمعوا في بيت الشخص اللي موجود في أول دور وده كان من نصيب جدتي أم والدتي يعني خلاص وبيعملوا كحك العيد بيتشاركوا فيه وهما مبسوطين وهما يعني عندهم نوع من أنواع الكحك عشان برضو رحلتك للصجات للفرن اللي دي عشان الناس برضو اللي مش مستويها الموضوع كان الكحك ساعتها بيتسوى في الفرن اللي هو زي الفرن بتاع الفينو وكان السبب الرئيسي في ده فكرة اللي هو كان برضو من العادات والموروثات إن السوى بتاع الكحك في الفرن اللي هو الأفرنجي زي ما بيقولوا عليه يعني تحديدا اللي هو الفرن الفينو ده بيكون سوى أكتر يعني بيخلي الكحك أكتر نضج أو أكتر يعني مولي يا جمانة بأنتي ست بيتساعدين ينفش زي ما بيقول هو ينفق ينفق ينفش ينفش بحش عارفة بس لا أنا زي قتلت لك في المغبوزات مش هقدر أساعدك في موضوع ده بس يعني يقول ينفش أنا همشي معك أنه ينفش ولو حضراتكو تعرف الكلمة تانية لي فينش في مغازي كدهان دلوقتي يعني وإنجاب دين بس يعني أنت ليك ذكريات برضو مع فكرة إلصاج والكحك والفرن أنا يعني مش فاكريها قوي بس فاكرة جدتي كانت لأ كانت يعني بيعملوا الكحك وكان دايما متعوض الكحك وكان حواليها ناس بتساعدة هؤية بتعمل الكحك وفاكرة كان فيه بتاعها كده عاملة زي الشوكة كده أو حاجة اللي بيواضوا يرسموا بيها على الكحك لا وكان فيه اختراعات يعني كان زمان تلاقي ايه اتتعبوا من النقش على الكحك المنقش اللي هو الصغير ده وليه أشكال كنت تلاقي حاجة عاملة زي الكباية كده كده أو كعبة كباية ويبططوا فيها البتادي ويبططوا فيها البتادي ويبططوا عليها يطلع منقوش جاهد بطادي عظيم رفا عليك بسعرف بقى بسعرف بقى أنا قتلت وتقتلت يا جمال لا أريد أن الكحك يمكن فيه ناس بتختلف على تأريخه يعني فيه ناس تقول لا الكحك من عهد الفاطمين لا التلونيين لا الحقيقة يا جماعة أن الكحك من أيام المصريين القدماء لأن المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بالكحك كمان وقتها كان اسمه القرص فحتى موجود على جدران المعابد إحنا بالنسبة لنا الكحك موجود عندنا بقى من ألاف السنين يعني نتكلم المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بالقرص أو بالكحك ده بقى عياد كتير جدا بعد كده بقى جيه السنة المواصل اللي هم تغيروا بقى كحك إيه؟ إشهالي أنت رايحة كده تقول له الدينية كيلو كورس ما هو مش كورس عشان مدور أي بس كيلو كورس برضا يعني كيلو كحك ده لقى خلاص ما عارش بقى مبادوا بنتستختلف بتقول كحك وكعك يعني معي بص أجدادنا يقول اللي هم عايزين بحيط فبعد كده بقى لما جم الطلونيين كمان الكحك في دي المكمل وقت كده غالبا كان اسم يعني كل وشكر هتأكد من المعلومة دي لحضراتكو وهقول لكو ده محل التعكب ده في وسط البلد يبني ده تاريخ وبعد كده كمان الفاطمين وبعد كده الإخشديين بقى كمان وقت الإخشديين كان فكرة إن الكحك يكون محشي بقى بحاجات جوه لأنه كان الوقت ده اقتصاديا كان وقت صعب فكان الفقراء بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الكحك في يومهم يعني يمكن ده تاريخ سريع كده للكحك وهتأكد لحضراتكم موضوع كل وشكر ده عشان قادر أوصل المعلومة مضبوطة ده الفكرة من خلال قراءاتي عن الكحك وكبان حكايات يعني والدتي لي عن تاريخ الكحك أما بقى عن ذكرياتي أنا مع الكحك أنا فكرة إن أنا بأكل الكحك يعني بأكل الكحك أحب الكحك بدأت تاكل الكحك أصلا أنا لسا لا من أنا صغيرة بحب الكحك والبسكوت جدا دلوقتي بدأت تاكله ولا لسا بيتو في البيت ولا لسا لا لسا لا متأخرة كتير اه متأخرة صح أنا حسنا متأخرت فعلا يعني لما أنت قلت له دلوقتي إننا الشلاوي خلصت الكحك حضرتك لا على فكرة في ناس الكحك بيفضل موجودة عندهم في البيت طول السنة يعني زي البسكوت زي أي حاجة تانية موجودة في ناس بالنسبة لها الكحك ده حاجة دازم تكون موجودة في البيت لا إحنا مش كده يعني قوي لأن إحنا مش عائلة قوي أو مش عائلة قوي بتحب الحلويات بشكل عام يعني فتلاقي عندنا ممكن تلاقي عندنا فسيخ مثلا على طول ليش عندنا الكحك طول الوقت هو في وقت المناسبة تعيد وبعدها بشوية المناسبة الفسيخ تي بيوت النهاردة كتير قوي في مصر مقررة اللي هي تفطر رنجة وفسيخه لا بس صعب هو صعب جدا في الفطار عشان الصيام تاني يوم والمية الكتير كما أنا بقول لك صعب يعني حزينة جدا أنا بقول لك صعب أكيد كلنا والله نشي نزل واحدك يعني فيه ناس ما بتحبش الفسيخ فيه ناس كتير ممكن بتجمع الرنجة بس فيه ناس ما تحبش الفسيخ صحيح نرجع لموضوع الكحك هو سؤالنا التفاعلي للسادة المشاهدين اتفضلين سؤالنا ورأة تانية احكولنا عن ذكرياتكو عن تحضير الكحك والبسكوت ومشوار الصاج للفرن ده سؤالنا الموجود على صفحيتنا على فيسبوك مستنين اجابات حضراتكم عشان نستعدها مع بعض في حلقة النهار ده صباح الخير والسعادة عليكم جميعا صباح الخير يوم